تحية من عند الله عليكم مباركة طيبة ذكرنا في الحلقة السابقة كيف يعيد الله هذا الكون إلى بدايته كلما وصل إلى نهايته واليوم سنأتي بالآيات القرآنية التي تثبت ذلك هو الأول والآخر فالقرآن يؤكد أن الله هو الأول والآخر فهو قديم أزلي فالله ليس لديه مشكلة في مسألة الوقت فلديه المتسع الكافي لخلق الكون وإعادة خلقه مرات عديدة مهما طال الزمن إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده بعد أن ذكرت هذه الآيات أن الله خلق السماوات والأرض عادت في الآية التالية وأخبرتنا أن هذا الشيء ذاته يسمى بدءا للخلق فالله عندما يخلق السماوات والأرض فهو يبدأ التصميم العام لمخلوقاته كلها حيث يبدأ بالسماوات والأرض بطبيعة الحال ومن ثم يخلق الكائنات التي ستسكن السماوات أو الأرض ثم أكملت الآية بأنه بعد أن يبدأ الله هذا التصميم العام يتم دفعه نحو التطور إلى أن يصبح في قمة تطوره عندئذ يعود به الله إلى بدايته من جديد ثم أكملت الآية بأن ذكرت الهدف من هذه الدورة الكونية وهو أن تتم مكافأة الذين آمنوا بما يليق بهم وتتم معاقبة الذين كفروا بما يستحقونه ولو لم تكن العملية عبارة عن إعادة الدورات الكونية مرات عديدة ليتم فرز المؤمنين في كل مرة لما كان من معنى لربط الإعادة بالجزاء والمكافأة ثم في الآية الأخيرة تم التأكيد على الفكرة إلى حد أن عبارة البدء والإعادة تكررت في هذه السورة مرات ثلاثة وبما أنها كلها في الزمن المضارع فهذا يجزم أنها عملية مستمرة متكررة وليست عملية يقوم بها الله مرة واحدة فقط فالبدء والإعادة في حد ذاتهما يجزمان بالتكرار وتتال الدورات فما بالك والزمن المضارع يدعم ذلك أيضا أمن يبدأ الخلق ثم يعيده أإله مع الله وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهاتان الآيتان تؤكدان مرة أخرى على الفكرة ذاتها وكما رأينا فكل الآيات تربط بدء الخلق وإعادته بالله حصريا ومع زمن المضارع تحديدا كذلك من المؤكد أن الخلق يمر بالضرورة بمراحل من التطور وإلا لم يكن من معنى أبدا لتخصيص بدايته بالذكر بعبارة أخرى نقول أنه وبما أن العبارة تخبرنا أنه يبدأ الخلق بدلا من أن تكتفي بالقول بأنه يخلق فلابد بالتالي من أن تكون بداية الخلق تختلف عما بعدها من مراحل ستطرأ على هذا الخلق وهو التطور ولزيادة التأكيد على هذه النقاط زادت الآية التالية الأمر وضوحا حتى أصبح كوضوح الشمس أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة فهنا إعادة للفكرة ذاتها لكن تم دعمها بآية تلتها حيث دعت الناس ليدرسوا مرحلة بداية الخلق والتي ستنفعهم في بحوثهم وتطور فهمهم لحقيقة التطور بل ولتسخيرها فيما ينفع البشرية وذكر النشأة الآخرة هنا في مقابل بدء الخلق يدل على أن الكلام يجري عن مراحل تطور الإنسان من حيث شكله وقدراته حيث في البداية تكون النشأة الأولى ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون وبعد ذلك تأتي النشأة الأخرى التي هي من اختصاص ربنا جبرائيل ثم تأتي النشأة الآخرة التي هي من اختصاص الله سبحانه وهذا كله أثبتناه سابقا وهو تابع لمفهوم الخلق حيث يتغير شكل الإنسان وقدراته في كل نشأة من هذه النشأات وذلك ليتأقلم مع اختلاف البيئة الجديدة فكلامه عن بداية الخلق هو كلام عن شكل الكون وشكل الكائنات عندما تم خلقها في بداية رحلتها التطورية ومجرد التركيز على مرحلة بدء الخلق لهو دليل قاطع على أن ما بعد البدء كان مختلفا عنه لأنه تطور ولو لم يتطور الخلق ويتبدل وكان هو ذاته من بدايته إلى نهايته لما كان من معنى إطلاقا للدعوة لدراسة بدايته تحديدا دون سواها فما بالك بالآية التالية التي تؤكد هذا المعنى أكثر ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا فهذه الآية تؤكد التطور بكلمة أطوارا أي على هيئات مختلفة وإن كانت هنا تخص الإنسان ومروره بمراحل تطوريا أي أنها تتكلم عن جزء من الخلق العام المذكور في الآيات التي مرت معنا والذي خلق الإنسان هو جزء منه أما إن كنت في شك من معنى البدء أو من معنى الإعادة في القرآن عموما فإليك الآيات التالية فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه هذه الآية وكل آيات البدء في القرآن واضحة في أن البدء هو المرحلة الأولى التي يأتي بعدها مرحلة أخرى أو عدة مراحل فالمرحلة الأولى في هذه الآية على سبيل المثال كانت البحث عن صواع الملك في وعاء الإخوة ثم تلتها مرحلة البحث عن الصواع في وعاء أخي يوسف فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى هنا تطورت العصى من حالتها إلى حالة الحية والعودة هنا كانت عودة إلى حالتها الأولى أي حالة العصى فالعودة لا تستلزم الفناء ولا العدم ولا الدمار وإنما بكل بساطة هي عودة إلى الحالة الأولى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم كذلك هنا القمر عاد إلى حالته الأولى بكل بساطة ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا يعظكم الله أن تعودوا لمثله وحتى الآيات التي هي على نمط هذه الآية والتي قد يتوهم القارئ أنها عودة من نوع آخر هي في الواقع وكل آيات العودة إنما بمعنى واحد فهؤلاء في هذه الآية كانوا يقولون قولا فيه بهتان كنوع من الافتراء ثم دخلوا في حالة مختلفة عن الحالة السابقة وهي التوقف عن هذا القول لكنهم لو عادوا للافتراء مرة أخرى فيكونوا قد عادوا إلى الحالة السابقة أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون هنا الفكرة ذاتها من جهة أن الله يبدأ الخلق ثم يعيده مرات ومرات لذلك أتى الفعل كعادته في المضارع لكن هذه المرة تم تحديد الرجوع إلى الله من ناحية التوقيت بعد مرحلة عودة الكون إلى بدايته فحرف ثم يفيده كما هو معلوم في الدلالة على الفترة الزمنية الطويلة فيكون المعنى بالتالي أن الله بعد أن يبدأ خلق الكون في مرحلته الأولى وبزمن طويل يعيده إلى بدايته وبعد ذلك بزمن طويل أيضا يعود الناس إلى الله وهذا يؤكد ما أثبتناه سابقا من أن الناس يكونون بعد الموت تحت إشراف ربنا جبرايل لمدة طويلة وبعد ذلك ينتقلون ليصبحوا تحت إشراف الله المباشر والتي تسمى مرحلة الدار الآخرة وهذه الآية تكشف عن طول المدة التي نكون فيها تحت إشراف ربنا إلى حد أن الكون يعود إلى بدايته وما زلنا تحت إشرافه بل نمضي بعد ذلك أيضا زمنا طويلة إلى أن يحين موعد ذهابنا إلى الله كذلك سبق هذه الآية تأكيد على أن هذا الكون سيعود إلى حالته الأولى وفي توقيت محدد وهو معنى الأجل المسمى كما هو معلوم وأن هذا التوقيت سيكون سببا للجماعة المتبقية من الناس والذين لم يلتقوا بربهم لأن يلتقوا به ملتحقين بالجماعات التي سبقتهم للقائه في الحلقة القادمة سنأتي بالأدلة على معنى كلمة الخلق وكذلك سنتطرق إلى فكرة تعدد الأكوان في القرآن والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر